أهلا وسهلا بحضراتكم كان فيه سؤال من أخت كريمة بتقول زوجي متوفة من السنين والدفن في مكان في الأرياف وموصي إني أزوره دايما أخو جوزي نقلوا في تربة تانية للإصلاحات والتربة دي لأسرتنا بس أنا وهو والولاد ومتفقين على كده وحدث خلاف بيني وبين أخو جوزي وحصل قطيع بيننا وعرفت أنه دفن واحد من العيلة في التربة من غير ما يرجع لنا والتربة دي تخصنا إحنا بس المهم السؤال في الفترة دي كل ما أنوي أزوره أنا وإيه الأولاد تتأجل ظروف يعني الحد فينا بتحصل له ظروف إحنا الحمد لله بنطلع صدقات وإبنه لسه عمل له عمرة هل في وزر علينا أن إحنا مش بنزوره لأنه موصينا بكده خصوصا أني كبرت في السن وما ينفعش أكل وحدي هو يكون هل هو يكون الزوج المتوفى زعلان أنه الدفن معاه حد من غير أسرته إحنا سألنا في دار الإفتاء أنه إحنا ننقله في تربة تانية لوحده قاله لا يجوز ألف شكر هجاوب السؤال ده من خلال نقاط برضو أول مسألة زيارة المقابر جائزة ومستحبة زي ما قلنا قبل كده بعموم التوجيه النبوي إيه العام الوارد في ذلك مع ضرورة طبعا الالتزام بأداب الزيارة من حيث أن أنا بزور عشان أعتبر مش بزور عشان أجدد الأحزان والأوجاع وروح نعاية ونصوت هناك لا الزيارة أساسة أنها زيارة من أجل للاعتبار والتعز أما بالنسبة للوصية من الإنسان قبل موته لأهله بأنه أنتوا لازم تزوروني دايما في القبر هي من الوصاية المستحبة للواجبة وينبغي تنفيذها على حسب استطاعة الإنسان ومقدرة فكل ما بتقدروا تروحوا وإذا حدثت ظروف مناعتكم ما فيش أي مشكلة يعني ما فيش اسم لا اسم على من ترك تنفيذها لعذر ألم به النقطة التانية الأصل إنه بعد دفن الإنسان إنه ما يتنقلش من مكانه دا اللي الدفن فيه مدام له حق في الدفن في المكان دا أو في الموضع اللي الدفن فيه يعني دا مكانه دي حكته إنما النقل دا عشان يجي أنقل متوفة دا شيء كبير مش سهل فعشان يتم النقل من مكان لآخر بيكل ضرورة زي كما حدث من أخ الزوج دا اللي نقلوا عشان الإصلاحات اللي كانت في المقبرة لكن لا يجوز لكم نقلوا مرة أخرى تحت أي دعوة غير معتبرة شرعا يا صاحبة السؤال لحرمة المين مش لعبة كده نقلوا النهاردة من هنا لهنا ومن هنا لهنا لا إذا كانت هناك ضرورة داعية معتبرة شرعا إذا لم يوجد ولم توجد ضرورة معتبرة شرعا فلا يجوز نقلوا تحت أي مسمى أو بند أو تفسير الإنسان يحطه أو يجمل بيه نفسه لحرمة الميت لحرمة الميت وحرمة الإنسان وهو ميت أشد من وهو كمان حي لأنه بيبقى أمانة في إيد الناس اللي معاه أو الناس اللي بتتحكم فيه نقله أو وضعه أو تخسيله أو كل ما يتصل بيه الإنسان أثناء وفاة نقطة الثالثة المهمة إن المقبرة اللي نقل إليها الزوج لو كانت هي ملكة خالص لحضراتكم للأسرة بتاعتكم فما ينفعش أبدا ندفن حد فيها تاني كده من نفسنا إلا بعلمكم وموافقتكم لأن دي حاجتكم لأن هذا الشخص المدفون فيها يعني ما ينفعش أن أنا أقوم جايب حد كده من غير ما أرجع لكم وأستأذنكم أما بالنسبة بقى لفكرة ده نزوجي زعلان عشان جابه واحد غريب ده فنوه تم لهش أثر في عالم الأموات بقى لا بيزعل ولا بيحزن ولا نحو ذلك من جهة الزوج المتوفى يا صاحبة السؤال عشان تطمئني وتقري عينا مهم نصنع له من الخير ونهب له الثواب أو نهب له مثل ثواب ما نصنع من الخير ونسأل له سبحانه وتعالى دوام المغفرة والرحمة له وانتوا ما شاء الله يعني مستمرين في صنيع الخير ووهبه لزوك حضرتك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويغفر لجميع الأموات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم آمين